ننتقل الآن مشاهدين مباشرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت حيث أغلقت قبل قليل صندوق الاقتراع في الانتخابات النيابية للتصويت في أول انتخابات بللمانية منذ تسع سنوات والتي تستمر لمدة اثنتين عشرة ساعة ليبدأ بعدها ظهور النتائج تباعا يعد تصويته في الانتخابات النيابية الأولى وفق قانون انتخاب جديد يقوم على نظام نسبي كما سمح للمغتربين بالتصويت للمرة الأولى في تاريخ لبنان وسط إجراءات أمنية مشددة بدأت اليوم عملية الاختراع في مختلف المناطق اللبنانية تمهيدا لانتخاب بللمان جديد هو الأول من نوعه منذ نحو عقد وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين البالغ عددهم حوالي أربعة ملايين شخص في ألف وثمانمائة وثمانين مركز اقتراع موزعة على خمس عشرة دائرة انتخابية مندوبو الأحزاب السياسية والمرشحين انتشروا منذ الصباح الباكر أمام مراكز الاقتراع التي شهد بعضها إقبالا من الناخبين ووضعت القوى الأمنية والعسكرية أكثر من عشرين ألف عنصر في حالة جهوزية تامة ويتنافس بهذه الانتخابات خمسمائة وسبعة وتسعين مرشحا بينهم ست وثمانين امرأة للفوز بكرسي في البرلمان الذي تجري انتخاباته للمرة الأولى منذ عام الفين وتسعة بعدما مدد البرلمان الحالي ولايته ثلاث مرات متتالية بحجة الانقسامات السياسية في البلاد وبعد أسابيع من الخطابات السياسية بهدف استقطاب العدد الأكبر من الناخبين التزم المرشحون منذ مساء الجمعة بالصمت الانتخابي بهدف إتاحة الفرصة أمام الناخبين لتحديد خياراتهم وإذا كانت الصور والشعارات الانتخابية تملأ الشوارع فلا يعرف بالتحديد إن كانت نسبة الاختراع ستكون مرتفعة أكثر من سابقاتها إذ سجلت نسبة الاختراع في آخر انتخابات 54% قانون الانتخاب الجديد أعطى فرصة للناشطين في المجتمع المدني والشباب للترشح ما أثار حماسة عدد كبير من الناخبين وإن كان خبراء ومحللون يتوقعون أن لا تتخطى عدد المقاعد التي سيحصدها هؤلاء أصابع اليد الواحدة